كمانتا كاترة هنكمل حل اسئلة البنك اه اه دلوقتي معنا محاضركم 13 اللي هي الانجرز في في النك والشست والابدومين احنا نتكلم بس على جزء من النك تمام طيب الانجرز دا اللي هي بتحصل في النك قسمنا هي اما السوصيدل يا اما هم سايدل يعني حد بينتحر عن طريق ان هو يعور نفسه في رقابته او يتبح نفسه يعني او هم سايدل حد بيتبح حد تمام طيب هنتكلم كلمتين بس عن السوصيدل عشان هو اللي علي الاسئلة وهنحلها على طول طيب السوصيدل زي ما احنا شايفين في الصورة اه شخصه اه اه هنعتبر ان الشخص ده هندقاو بيستخدم ايدو اليمين تمام طيب فهو عايز يتبح نفسه هيعمل ايه هيمسك السكينة بايدو اليمين قد يقدي اليمينة هو ويمسك بيمسك السكينة بيه طيب هي هيحط سن السكينة فين هيحط سن السكينة عند الناحية الشمال تمام اه يتخيلوها كده مسيكوا مسلا قلم في ايدك وتخيلو انت هتتبح نفسك هتحط سن القلم او سن السكينة ده فين تحت المانديبول الشمال او تحت ودنك الشمال كده هتحط السن بتاع السكينة تمام هتتبح بانهي اتجاه من فوق ع الشمال لتحت على اليمين كده تمام ده ده الجرح الطبيعي بتاع ايه بتاع بتاع السوصيدل الكاثرورد طيب اه انت اول ما تيجي تتبح نفسك كده او شخص اول ما يجي انتحر عن تارن هو يتبح نفسه كده هي هيعور نفسه مرة واحدة كده لا ده هيبتدي يجرب شوية او هيكون خايف في الاول شوية فهيبتدي يجرب كده شوية في الاول فوق ع الشمال هيبتدي يجرب كده فيعملنا شوية علامات او شوية خربش او خدوش كده دي بنسميها ايه بنسميها هزيتيشن ماركس تمام طيب هزيتيشن ماركس دي مكانها فين مكانها فوق آآ ع الشمال طيب مكان يعني بداية الجرح طيب آآ هيبتدي بقى خلاص عمل شوية حاجات تجربها وبعد كده بقى هيبتدي يجمد قلبه ويتبح نفسه فهيبتدي جمد قلبه هيعمل لنا جرح ديب. في الاول خلص الجرح بيبقى ديب يعني بيبقى عميك واخد يعني بيبقى عميك في الاول. تمام? وبعد كده مسلا ما يوصل لنص الجرح هيلاقي نفسه ان هو خاف شوية او مسلا قوته ديب تترعش او بتاع فالجرح بعد ما كان ديب في الاول لا ده لما يجي يوصل للاخر كان شاله او تمام? يبقى الجرح بيبقى فوق على الشمال بيبتدي ديب وبعد كده بينزل ايه? تحت على اليمين وبيبقى سوبرفيشي. طيب. وعندنا في الاول زي ما احنا قلنا. اه اخر حاجة نتكلم عنها اه 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 الشخص هو بيجي يتبح نفسه ده اه بيعور الاول طبقة الاسكن وبعد كده يعور طبقة المصل اللي تحتها. مش بياخده بكده مع بعض. تمام? على عكس الشخص اللي هو اللي هو بيتبح حد لا ده مش هيفرق مع اسكن الاول وبعد كده مصل لا ده بييخلص على طول يعني بيعور الاسكن والمصل في نفس الوقت تمام? فالحركة اللي هو السويساد اللي بيعملها ان هو بيعمل اسكن الاول وبعد كده بيعمل المصل دي بنساميها ايه؟ بسمها ايه؟ اسمها استراتهassed نسميها سلانتنج نسميها سلانتنج نحن لدينا اسمين الحاجات التي نجربها في الأول سلانتنج في حالات السلوصيات نعوّر المصر نحل بها الأسئلة في الرقبة من ناحية اليمين و ناحية الشمال لدينا مصر كده اسمها سترنو سترنو مصطويت تبقى مصر قوية كده و أثناء ده تبقى بيحصل فيها كونتراكشن بس كده تعالى نشوف الأسئلة أول سؤال معنا بيقول أن الوند في حالات السلوصيات بيبقى مصحوب بإيه؟ بيبقى مصحوب مكانه فيه فوق على الشمال زي ما احنا قلنا طيب تاني سؤال معنا بيقول أن الاتجاه بتاع الوند في السلوصيات على افتراد أن الشخص يعني بيستخدم هيا بقى عاملة ازاي؟ في الأول هيا بقى ديب و بيبتدي طبعا فوق على الشمال تمام؟ يبقى ديب و هاي فوق على الشمال وبعد كده بينزل ناحية إيه؟ اليمن يبقى الجرح بتاع الهوميسايدة بناخد بلنا هنا بيسأل على الهوميسايدة بيكون عامل ازاي؟ الاججابة هتبقى لان الهوميسايدة و بعد بيعور المصر و طبعا ده مش موجود في حالات الهوميسايدة الهوميسايد يعويرهم لتان في نفس الوقت يبقى في حالات السلوصيد بيبقى فيه ولكن في حالات الهوميسايد مش بيبقى فيه طيب السؤال ده مقارك طيب السؤال اللي بعد كده بيقول ان بيبقى بيبقى عامل ازاي بيبقى ستارتنج ديب يعني بيبدأ في الاول ديب وبعد كده بيبقى ايه شلو زي ما احنا قلنا وبيبدأ فين تحت الانجل بتاع الجو او بتاع المانتبول تمام طيب اخر سؤال بيقول لو جده نفحص الشخص اللي هو منتحج هنلاقي ايه هنلاقي ان العضل اللي اسمها سترنو مستويد مصر بيحصل فيها تمام او نحلها بالاستباعد ازاي الشخص الجرح ده بيكون تحت لا ده هلاقيه بيبدأ من فوق كده طيب الراس الضحية بتبقى بيبقى بتبقى متثبتها لتحت لا ده هو بيرفع راسه لفوق عشان يعرف يتبح طيب اه الواند بيكون الكرسة راكية واو اللينكس لا ده هو بيبقى فوق تمام هنتكلم بعد كده على الاسئلة بتاعت الهد انجلز الهد انجلز هنتكلم فيها عن حاجتين اه شوية كسور وبعد كده هنتكلم على حاجة اسمها برين كونكشن وبرين كونكشن تمام ناخد الكسور الاول اول حاجة بيقول عندنا جرح اسمه بوند فركشر الجرح اللي اسمه اللي هو بوند فركشر ده بيبقى طفل او بيبي صغير مسلا اتخبط ووقع على الارض وراسه اه اتضغطت وعملت لنا يعني راسه هاي مسلا راسه مدواري مكان الخبطة عمل لنا اه جرح كده يعني قصدي خبطة كده تمام يعني مكان غويت وكونكيف كده ومكان الخبطة يعني تمام مكان مسلا حاجة مدوارة خبطته كأنها بتتنيها لجوه عارفين لما تكون مسك كرة كده طرية وبعد كده بتضغط عليها بسبعة بيحصل كأن حصل حفرة كده على الكرة نفس الكلام ده بيحصل على راس الطفل تمام ده بنسمي ايه بوند فركشر بوند فركشر ده بيبقى مشهور قوي في حالات الاطفال طب نسكينها ازاي اه فاكريني اللي هو الدب اللي اسمه الدب بو اللي هو اه اللي هو الدب البرتقاني ده طيب بو اه يبقى بوند تمام كده يبقى بوند وبو ده طبعا شخصية كرتونية فاللي بيشوفها مين الاطفال طيب آآ نشوف السؤال ده بيقول طفل آآ وقع على الارض وآآ وغاب عن الوعي وحصل آآ حصل في دماغه فركشر عمل زي آآ شلو دي بريست كونكيف فركشر يعني آآ فركشر كده غويت وكونكيف كده ودبريست نزل اللي تحت البتاع ده احنا اسا قلين اللي هو اسمه ايه بوند فركشر تمام بقى البوند فركشر عندنا عل سؤالي طيب السؤال بعد كده بيقل افآ 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 دريكت فوق الامبكت يعني حاجة آآ عملك حاجة عملكة امبكت على الم such او حاجة ضغطت على الاسكالف ايه اللي هيحصل نتيجة كده هيحصل الحاجة اللي هي الكوننت او الحاجات اللي جوه القصدي اللي هو الحتة البراين يعني اللي موجودة تحت الاسكالف المنطقة دي هيحصل فيها نتيجة الامبكت اللي حصل او الضغط اللي حصل لك السؤال اللي بعد كده بيقول اه هيعمل لنا ايه يعني شخص وحتى ويعمل مكان عالي على البوتوكس او على رجله يعني. تمام? هيعمل لنا كسر فين? يعني هو الشخص هو يعمل مكان عالي ونزل كده على الارض. تمام? الكسر هيحصل لنا في البز وزاسكال. الكسر هيحصل في البز وزاسكال. طب ليه? يعني اللي هيجيب الجرحة اصلا يعني اللي هيجيب اصلا الكسر لفوق في قاعة الجنجمة. ده هو وقع من مكان عالي. يعني اللي جاب الفوركشور لفوق. نتيجة اللي هي اللي هو القصدي الفرتبرال كولم او اللي هي الخبطة او قوة الخبطة بتبتدي تتنقل من تحت سروق الفرتبرال كولم كده لحد فوق لحد متوصل للفورم المجدم او قوعة الجنجمة. تمام? البيز وزاسكال. فبتكسرها والكسر ده بنسميه رينج فركشور. تمام? يبقى شخص وقع من مكان عالي. تمام كده قوة على رجله او على الباتوكس او كده. تمام? ممكن يحصل له كسر في قاعة الجنجمة او في البيز وزاسكال. ليه? عن طرق ان الكوة بتاعت الواقعة دي اتنقلت من تحت الفوق لحد ما وصلت لقيه للبيز وزاسكال. وفي الحالة دي بنسميه رينج فركشور. تمام? هنلاقي سؤال بيسأل عليه على اسمه. هنقول ان هو رينج فركشور. اه زي ما احنا قلنا. اه هيحصل في البيز وزاسكال. هنسمي البتاع ده ايه? هنسميه رينج فركشور. احنا قلنا في المحاضر دي فيه كام سؤال على على الكسور وقلناهم وفيه كام سؤال على الحاجة اسمه كونكشن وكمبريشن. تمام? هنالكلم بعض كونكشن ده باختصار قوي عشان ما نطولش يعني. طيب برينج كونكشن ده اللي هو ارتجاج في المخة. شخص عمل حدثة دخل في برينج كونكشن او ارتجاج في المخة. يعني ايه? اه التجاج في المخة ده زي ما احنا بنشوف في الافلام. الشخص قصلا بيغيب عن الوعي خالص. اه من بيبقاش حاسس بيبقى في يعني الضغط بيبقى واطي وبرده يعني ما ما فيش بقى النبض بتاعه ضعيف والكلام ده. تمام? بيبقى فيه طيب بنعود نلحقه بابتاعه وبعد كده فيه بدأه بيفوق في النص فترة كده بيفوق فيها في النص وبعد كده بدخل في حاجة اسمها برينج كومبرشن. تمام? طيب برينج كومبرشن ده نتيجة اه حصل هيموج او حصل اي حاجة ضغطت على البرينج من جوة. تمام؟ نبقى اول حاجة حصل وبعد كده فاق في النص وبعد كده حصل ايه? اه بينج كومبرشن. طيب. البتاع الفتر اللي هو فاق فيها في النص دي بنساميها مكان يبقى دي الفترة للشخص اه فيها ما بين ما بين تمام كده? طيب ده اهم حاجة بتميزه حاجة اسمها يعني يعني الناحية اليمين بتاعت الشخص بتبقى مختلفة على الناحية الشمال بتاعت الشخص احفظوها كده يعني البصمجة كده الناحية اليمين بتاعت الشخص تبقى مختلفة على الناحية الشمال بتاعت نفس الشخص تمام? شوف بقى الاسئلة في اسئلها بصمجة وفي اسئلة يعني او كلها بصمجة الساعة تمام طيب او سأل بيقول ان ده بيحصل نتيجة ايه ده بيحصل نتيجة تمام مش عارفة الصراحة تفسير المهم ان هو بيحصل نتيجة طيب اتاني احنا قلنا اللي هو اسناء بيبقى في حاجة مهمة اسمها ايه او الناحية اليمين بتبقى مختلفة عن الناحية الشمال فمدمن الحاجات اللي بتبقى مختلفة ان ايقوال بيوبال سايز يعني الناحية اليمين مسلا حصل فيها اا اا كونستركشن والناحية الشمال حصل فيها ايه ديلاتيشن او هنا ما يوزس هنا ما يدريسس تمام مهم من الاتنين بيوب مختلفين فدي حاجة اسمها ايه او او سانز اوفلتراليزشن دي بتميز مين البيان كومبيرشن طيب ايه اتاني او الفترة اللي اسماها اللي احنا قلنا عليها هي الفترة اللي هي ما بين الbrain compression وما بين الbrain compression وما بين الbrain compression اللي هو يفوق فيها في النص تمام دي بنسميه اي lociel interval يبقى الـ lucid interval دي فترة من consciousness يعني الشخص يكون فيها وزال full تمام ثبب أخير السؤال مع بيقول واحد واحد عنده 40 سنة عمل حدثة وتشخص بbrain compression ده ده يبقى احنا قلنا ان هو نشخص بان ناتجة ان عنده slow full بالس. تمام? مش لازم تفسيرها. يعني هي فقلنا ان الشخص ده عنده ايه? طيب اخر محاضرة عنها اللي هي المبارسة التموض يعني. دي من الحاجة اللي هي فمش هنباس ماجهة يعني هنفروض نكون مذكرين. تمام? طيب. اه المستأكير ده بيعتمد على ايه? احنا قلنا ان هو بتاع مش بنعتمد على افدا لان هي اول يوم اصلا متبقاش موجودة. بنعتمد على بنقيس اللي هو الاباب او اللي هو يعني بنقيسه في الدم خلال اول اربع ساعات بيوصل للبيك بتاع وبيبقى اكبر من متين. فلو اكبر من متين بنقول ان هو ايه? اه دخل في تكسيس دي. تمام? اه السؤال اللي بعد كده بيقول هباتك في في البارسة التموض ده ده بيحصل نتيجة ايه? بيحصل نتيجة الاكشن بتاع الميتابولايت بتاع بتاع البارسة التموض اللي هو ايه? اللي هو النبكي. تمام? احنا قلنا هو النبكي ده بيمسك في ال اللوفر وبيعمل فيها beneficBA وبيعمل كل البلاو دي. تمام? طيب. في البارسة تموض في بتاع البارسة تموض في في Saviach يقول لها أنت الأساس أنت دي هو أنت أنت دوت الأساس اللي هو عدوها السؤال بعد كده يقول الأكشن اللي هو الناسي اللي هو أنت دوت بتاع البارستامول بيعمل ايه؟ هو بيكتا أزجلوتسايون سبستوت يعني ايه؟ المفروض ان البارستامول عشان ما يحصلش منه تكسيستي الليفر بيطلع له ايه؟ بيطلع له النبكة اللي هو بيحصل نتيجة التكسير البارستامول بيطلع عن النبكة عشان هذا النبكة ما يبوز لناشط الدنيا الليفر بيطلع له الجلوتسايون دلوقتي الجلوتسايون مش موجود والنبكة يواخد رحتها على الأخير فإحنا المفروض ان الناس ده هيجي يشتغل بدل الجلوتسايون اللي هو مش موجود عشان ايه؟ عشان يمسك في النبكة طيب بيقول ان هو الميوكوماس ده بتاع الناس اصلا بتاع اللي هو الانتدوت تماما مفروض ان احنا بنتديه امتى؟ بيكون افكتب اوه خلال اول 8 ساعات ممكن نديه بعد 8 ساعات اوه بيعمل برضو بيعمل اكشن برضو بيساعد في العلاج ولكن الاساسي يعني بيكون خلال اول 8 ساعات اشتركوا في القناة